هو إيه اللي حصل؟ يعني الأهلي وفيوتشر الناس عندها علامات استفهم كتير إن كان على المستوى الفني أو المستوى البدني الآلي بدنياً منهار طبيعي الآلي بيلعب ربع دوري على التوالي مع بطولة أفريقيا مع كاس مصر يعني بيلعب كاسين في نفس الوقت يعني بدنياً فيه لعبة فيه منهارين جداً ما يقدرويش لازم يتعملوا برنامج بدني يجب أن يتعملوا برنامج استعداد من جديد الفرق المصرية ما عندهاش يعني لو بصيت على الخبر اللي اتقرأ ده هتلاقيه الميلاً بيلعب مع موناكو ماتشو ودي فيه تجهيز واستعدادات الفرق ده خلت لها معسكرات بيسافروا الفرق المصرية مفتقدة معسكر لإعداد البدني ما عندهاش معسكرات عشان يعمل فترة إعداد يبني عضلات ياخد راحة فبالتالي موسمه متلاحم كمان اللعبة متشبعة كورة يعني عمر السلية ده مثلا بيلعب بقاله سنتين وكل ثلاث يام متش مفتقدة الراحة وفي نفس الوقت مفتقدة التأهيل التأهيل والراحة وتلحم المواسم وعدم التركيز ونيار بدني علي معلول في الجنيه التاني بتاع بيرمج لا يمكن لعب دولي منتخب تونس لعب دولي في الناد الأهلي ولعب كبير زيه وهو شايف ان تراولي أسرع منه وشايفه كويس قوي انه مجرد بدل ما يلف يمين يلف شمال يعني قراره انا هلف يمين شمال في القرى مرة الـ 18 لو لفيت يمين هتبقى مع تراولي هو اخد القرار غلط انه مش شايف يعني منافسي اي تعليمات المدير الفني وطبيعي نادي زي الأهلي مش شرط انه هو يفوز على طول واحنا اتكلمنا في القصة دي قبل كده مش شرط ان انت انت فوزت اربعة تيجي تاني ماتشة تتغلب مدامة بتنفسي تعليمات المدير الفني اللعبة مبارع لو بتتحرك يعني سوارش اول ما جه اول تمرين لي بدأ يعلم لعبة النادي الآلي وانحنا بنتكلم بقى على ايه 50% او 30% من قوان منتخب مصر بدأ يعلمهم مبادئ الكورة اللي هو لاعب انا جايبه بمبلغ وبيلعب في النادي الآلي اللي هو نادي القرن ومش عارف ازاي يتحرك وبيباصي طب هو مش عارف معلاش ازاي عشان بس نفهم نقطة دي هو مش عارف ولا مجهد لا مجهد وفاقد التركيز لا هو عارف بس ما تبقى مجهد وفاقد التركيز ما بتنفس التعليمات يعني ما يقولك باصي على الارض وتحرك فانت ما تعرفش باصي على الارض وتحرك ده ان انت فاقد مش عارف خلاص لان التشبع بيخليك مش قادر تعمل حاجة فبالتالي اللي حصل مبارع متوقع جدا لكن مش معناه ان الالي مثلا فقد نفسه والكلام لا انت طبيعي في مرحلة بيبقى التركيز بتاعك بينزل ومش شرط يعني فكري انت كنت بتتكلم انه فيه تلت فرق بيتنفسه على الدوري ما احنا جينا في مرة ما تكلمنا على الستر سيتي ما خادت دوري من في الدوري الانجليزي وانا احنا عايزين تجربة دي تحصل في مصر عايزين تجربة اعادة التدوير للبطولة بمعنى ان مفيش فرقة تفوز بالدوري قبلها بخمستاشر الاسبوع الدوافع بسبب تفتقدها هو في اطشار انبالح اتغلب اللي مش يتغلب عشان ده اقوى لا هو اتغلب لان الدوافع عنده خلصت يعني ايه اه خلاص انا اتأهلت خدت كسر ربطة فالدافع عندي في المباراة لكن تأخيل لو هو ايه لسه ما تأهلش والنقطة تفرق معاه الاداء بيختلف القوة ومش مشكلة مين يفوز زي وحدك قلت لازم اعادة التدوير الفجر نحن نشوف اداء بس نشوف تماسك واداء الاداء وقوة فالآله مباراة دوافع برامدز اقوى من الاهل لسبب ان برامدز الناردة قريب من الزمالك اتنين الاهل لسه فايز عليه اتنين واحد وانخرجوا من كلاس مصر فبالتالي هو عايز يرجع فالاداء مختلف عنه هو ايه اللي حصل خطأين بجونين الآله هو اللي ما عارفش يرجع خروج بالكرة صعب جدا التسليم والتسلم صعب جدا الباص مفقود كتير ما فيش تزديدات ما فيش عرضياء ما عملش بص ما عملش اي حاجة من فروج كرة فبالتزا عمل يعني بالتزا هاجم وضغط وضغط وعشان كده هو فاز اه بيستحق الفوض انا شايفين حاجة برضو غريبة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي ان الناس دلوقتي ببتكلم عن المدربين اكتر من الفرق واللعيبة هل تعتقد انه يعني الاسبوع ده نقدر نقول عليه هو اسبوع مدربين ان كان فريرا تاكس حمزة الجامل مع الاسماعيلي المدرب بيبقى خمسين واللعيبة خمسين فريرا التغييرات والدوافع اللي مديها اللعيبة وعارف حالة حلوة يعني عارف يغير امتا بيعمل جمل امتا مين يبدأ الماتش ومين ما يبدأش ده شغله اللي هو الكاتشانا دي شغل المدير الفني وفيه خمسين في المية على اللعب حمزة الجامل اه حاول في الماتش وفيوتر ان هو يكسب الثلاث نقاط لانه هو طبيعيا مش هيهبط الاسماعيلي عنده دوافع اكتر ان هو يبقى لكن لو قسمتي اي مباراة المدرب خمسين واللعيبة خمسين ممكن المدرب يعمل شغلك اتشانك كويس جدا يعني حط الخطة والطريقة ويوجه واللعيبة ما عندهاش الدوافع ان هي تعمل ده اللعيبة ممكن توقع الفرق لكن فيريرا مدرب طبعا كبير احنا عندنا دلوقتي اتجاه المدرسة البرتغالية انت عندك سلاسي مهم جدا الفترة الجاية فيتوريا مدرب المنتخب سوارش مدرب الآلي فيريرا مدرب زمالك دول اهم اتنين كمان مدرب فاركو كمان مدرب ايمي لكن احنا بنتكلم على المثلث اللي هو دول اهم اتنين دول اللي يقدروا في الفترة الجاية يساعدوا منطقة مصر لكن محتاجين وقت يعني سوارش محتاج وقت محتاج لعيبة محتاج يقعد مع اللعيبة في فترة اعداد هو مش هيقدر ينصل للفترة دي في ظل تلاحم والمباريات فمحتاج لسيفة من لعيبة ومشوف الفترة في ظل حالة الاجهاد اللي عند الاهلي ومستواه في الدوري وعلى النقيد الناحية التانية الزمالك ومتصدر الدوري في مباراة قمة تجمعهم في الكاس ازاي يوم الخميس وزاي بيفكروا في هذه المباراة بص المباراة دايما مباراة القمة بقاش لحسابات انت ممكن تلاقي الاهلي النهاردة مغلوم من بيرامد ومنهار بدنيا ومنهار فنيا وتيجي في يوم الخميس يقدم لك شكل تاني خالص ممكن تلاقي الزمالك النهاردة متفوق وداخل ومسيطر على الدوري وعمل مطش حلو جدا مع المحلة وفاز وممكن يجي يوم الخميس تلاقي الدنيا متغيرة سواء نيش عايز يقدم نفسه بشكل تاني يوم الخميس الجاي الاهلي مينفعش ان هو يطلع من الموسم بدون بطولات عنده فرصة ياخد خلاص الزمالك هيحسم الدوري بالنسبة له يبقى لألي مفروض هيحسم الكريم الشكل والتركيز زيب المنش اعتقد الخميس الجاي ان شاء الله كل مباراة تليق بالكرة المصرية بنشكرك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا الناقل شكرا شكرا شكرا